أبناء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم مع درس جديد من دروس التاريخ تحت عنوان تاريخ أسرتي وثائق وشهادات الهدف أتعرف وثائق وشهادات أجد فيها تاريخ أسرتي وأتدرب على جمعها وأستخلص منها معلومات عزيز المتعلم يدشن هذا الدرس سلسلة من الدروس التي تستهدف استئنسك بالمعاني الأولية للزمن والتموضع فيه انطلاقا من قراءة شواهد من الماضي تتمثل في الشهادات الشفاهية والوثائق المكتوبة والمصورة من خلال تعرف تاريخ أسرتك باعتبارها المحيط القريب منك وتوجيهك إلى كيفية توفيرها واستثمارها ومن هنا تستأنس بالمعنى الأولي للوثيقة والشروع في اكتساب مهارة التمييز بأين أنواعها الأساسية وتوثيقها من خلال تاريخها واستخراج ما تتضمنه من الأحداث لتعرف تاريخ أسرتك تمكننا الوثائق والشهادات من تعرف تاريخ الأفراد والجماعات والأماكن والأشياء فما الوثائق والشهادة التي أجد فيها تاريخ أسرتي لأجمعها؟ كيف أتعرف منها تاريخ أسرتي؟ ذن هذا ما سنعرفه من خلال درس اليوم أنجز أنشطتي النشاط الأول أتعرف وثائق وشهادات تعبر عن تاريخ أسره يهتم رشيد بتاريخ أسرته لذلك وجهته أستاذته إلى جده ووالده ليتعرف هذا التاريخ لنستمع إلى هذا الحوار الذي دار بين رشيد وجده رشيد احكي لي يا جدي عن تاريخ أسرتنا الجد لقد ولدت في الثاني من شهر مارس من سنة 1956 يوم إعلان استقلال المغرب بقرية تالوين وسط المغرب هاجرت أسرتي إلى مدينة الرباط وهناك درست بالكتاب ثم مارست التجارة وتزوجت من جددك ورزقت يوم انطلاق المسيرة الخضراء في السادس من شهر وانبر من سنة 1975 بطفل هو أبوك الذي أحب خدمة بلده منذ صغره فلما كبرا خرط في صفوف الجيش المغربي أحدد نوع الشهادة التي يقدمها الجد لحفيده عن أسرته هل هي شفوية أم مكتوبة؟ الجواب هذه شهادة شفوية لأن الجد يحكي لرشيد لحفيده عن تاريخ أسرته أستخرج منها أولاً معلومات تتعلق بجد رشيد وأبيه بالنسبة لجد رشيد يمكننا أن نستخرج المعلومات التالية تاريخ الولادة والذي كان في الثاني من شهر مارس من سنة 1956 مكان الولادة بقرية التالوين وسط المغرب الهجرة إلى مدينة الرباط الدراسة بالكتاب ممارسة التجارة الزواج أما بالنسبة للمعلومات التي تتعلق بأبي رشيد ازدياده بمدينة الرباط في السادس من شهر وانبر من سنة 1975 اشتغاله في صفوف الجيش المغربي والآن أستخرج منها أحداثا من تاريخ وطني بالنسبة لهذه الأحداث الحدث الأول إعلان استقلال المغرب سنة 1956 حدث انطلاق المسيرة الخضراء في السادس من شهر وانبر من سنة 1975 والآن بعدما تعرفنا على نوع الشهادة وقلنا أنها شهادة شفوية قدمها الجد لحفيده واستخرجنا منها معلومات سنفسر لماذا وجهت الأستادة تلميذها نحو جده للحصول على معلومات عن أسرته الجواب وجهت الأستادة تلميذها نحو جده للحصول على معلومات عن أسرته لأنه عاش تلك الأحداث إذن فكل شخص عاش حدثا معينا أو سمع عنه ثم حكى لنا ذلك الحدث نقول أنه قدم لنا شهادة شفوية والآن لاحظوا هذه الوثيقة أحدد نوع هذه الوثيقة هل هي مكتوبة أم شهادة شفوية الجواب إنها وثيقة مكتوبة وعلل جوابي لأنها تتضمن معلومات مكتوبة الآن أستخرج من شهادة الجد والوثيقة واحد معلومات أكتبها في الجدول بعد نقله إلى دفتري سنقوم برسم الجدول التالي ثم نضع فيه معلومات عن جد رشيد ووالدي العسم الكامل تاريخ الولادة مكان الولادة ثم المهنة بالنسبة لجد رشيد العسم الكامل سعيد بن عمر والد رشيد الجواب لو عدنا إلى نسخة عقد ازدياد والد رشيد سنجد العسم الشخصية لوالد رشيد هو هو أحمد بن سعيد تاريخ ولادة جد رشيد لو عدنا إلى الشهادة الشفوية فقد قال جد رشيد لقد ولدت في الثاني من شهر مارس من سنة الف وتسعمائة وستة وخمسين وبالتالي سنكتب اثنان مارس الف وتسعمائة وستة وخمسون بالنسبة لوالد رشيد سنجد تاريخ الولادة في نسخة عقد الازدياد ذلك كما تلاحظون مكتب هنا لدينا ولد في يوم ستة وانبر الف وتسعمائة وخمسة وسبعون ونكتب هذا التاريخ في الخانة المخصصة لتاريخ ولادة والد رشيد بالنسبة لمكان ولادة جد رشيد كما لدينا في الشهادة الشفوية ولدت بقرية تاليوين وسط المغرب اثن فمكان ولادة جد رشيد قرية تاليوين بالنسبة لوالد رشيد كما لدينا في النسخة عقد الازدياد لو عدنا الى الوثيقة المكتوبة سنجد بالرباط وبالتالي فمكان الولادة الرباط بالنسبة للمهنة لو عدنا الى شهادة الجد فقد قال مارست التجارة وبالتالي سنكتب التجارة بالنسبة لوالد رشيد فقد قال عنه الجد إن خرط في صفوف الجيش المغربي وبالتالي سنكتب في المهنة جندي والآن اقارن بين المعلومات التي استخرجتها من الشهادة الشفوية والوثيقة المكتوبة إذن بالنسبة للشهادة الشفوية استخرجنا منها معلومات عن تاريخ أسرة رشيد كذلك بالنسبة للوثيقة المكتوبة استخرجنا منها معلومات عن تاريخ أسرة رشيد إذن فالمعلومات الموجودة بالشهادة الشفوية متطابقة تماما مع ما جاء في الوثيقة المكتوبة وبالتالي نجيب عن السؤال الموالي ما فائدة كل منهما في تعرف تاريخ الأسرة أقول تمكنني الشهادة الشفوية والوثائق المكتوبة من تعرف تاريخ أسرتي للإشارة فقط إلى جانب الشهادة الشفوية والوثيقة المكتوبة يمكن لنا كذلك من خلال الصور أن نستخرج معلومات عن تاريخ أسرتنا فنسمي هذه الصور بالوثيقة المصورة إذن فمصادر المعلومات يمكن أن تكون شهادة شفوية أو وثيقة مكتوبة أو وثيقة مصورة النشاط الثاني أتعرف تاريخ أسرتي من خلال وثائق وشهادات والآن سنقوم بتطبيق ما رأيناه مع أسرتنا لتعرف تاريخها فلكي أتعرف تاريخ أسرتي وأكتبه أتبع المراحل التالية أولاً أبحث وأجمع وثائق مكتوبة مثل نسخ من عقد زواج والدي عقد ولادة أمي أبي إخوتي كناش الحالة المدنية الدفتر العائلي وهكذا بالنسبة للخطوة الثانية أسجل شهادات شفوية عن أسرتي مع الجد أو مع العم أو غيرهما أخيراً أستخلص منها معلومات عن تاريخ أسرتي وأبين أهميتها في ذلك وكملخص نقول تتنوع الوثائق التاريخية إلى الوثيقة المكتوبة والصورة والشهادة الشفهية وللتعريف بتاريخ أسرتي أعتمد الوثيقة المكتوبة والصورة والشهادة الشفهية بقراءتها واستخراج الأحداث منها الشهادة الشفهية رواية عن أحداث عاشها الأشخاص في الماضي لشاهد عيان أو سامع عن مصدر الوثيقة المكتوبة كل كتابة تسجل أحداثاً وقعت في الماضي الصورة وثيقة بصرية تؤرخ لأحداث معينة وقعت في الماضي أربط بين كل عبارة في الخان ألف وما يناسبها في الخانة باء ما روته جدتي عن رحلتها إلى الحج الجواب شهادة شفهية أبي يظهر بين زملائه في المدرسة الابتدائية الجواب صورة شهادة مدرسية لسنة دراسية ماضية الجواب وثيقة مكتوبة أحداث لمغامرات تخيلتها الجواب لا شيء لأنها ليست أحداثاً واقعية أي أنها ليست بأحداث وقعت في الماضي والآن أجيب بكلمة صحيح أو خطأ تمكنني رواية عمي عن حفل زواج أبي وأمي من تعرف تاريخ أسرتي الجواب صحيح تمكنني بطاقة التعريف المدرسية لأخت صديقي خالد من تعرف تاريخ أسرتي الجواب خطأ تمكنني الصورة التي التقطتها أمي في عيد ميلادي من تعرف تاريخ أسرتي الجواب صحيح تمكنني قراءة عقد زواج جدي وجدتي من تعرف تاريخ أسرتي الجواب صحيح تمكنني بطاقة التأمين الصحي لجارنا علي من تعرف تاريخ أسرتي الجواب خطأ إذن هذا كل ما يخص درس اليوم شكراً لكم على المتابعة شكراً لكم على المتابعة